احنا طلع بيدحك علينا عيني عينك كده يا جماعة مش معقولة يعني دي بشوية مية وشوية دقيق هتقوم تعملي احلى شوية قطايف طعمهم زي العسر لكن لما سعرها يوصل للتمن دوت يبقى لازم اتصرف وانت كمان لازم تاخذي موقف وتعمليها في البيت دي شوية مية وشوية دي وهتعملي احلى شوية قطايف طعد عندك طول شهر رمضان كل سنة وانتم طيبين تعالي اقولك ازاي عملتها وكمان الحشوة بتاعتها وكمان كله في الخلاط بسم الله ما شاء الله حاجة كده الله مبارك زي العسر تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك معايا كوبايتين من المية هحطهم بقى في شفشة الخلاط لو عندي الكبة ماشي عايزة تعمليها على اديكي بالمضرب اليدوي مفيش مشاكل بعد ما حطيت كوبايتين من المية هحط معلقة كبيرة من السكر وكمان هحط معلقة كبيرة من الخميرة وهحط رشة ملح صغيرة وهحط نفس مقدار المية دقيق يعني هحط برضو كوبايتين من الدقيق بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها المية وهضرب ضربتين كده في الخلاط لو حستيها اللي هي تقيلة قوي معاكي زاودي ثلاث معالق من المية او معلقتين لكن الصمك بتاعها كده حلوة قوي هسيبها بقى ترتاح كده لمدة الدقيق تين بعد الدقيق تين تعال اقولك هنعمل فيها ايه هجيب بقى الطاصة كده على النار والطاصة هولا عليها سخنها كويس جدا وانزل باول اه اه اطايف اول واحدة يعني من الاطايف بص هي اول واحدة مش هتثبت معاكي قوي لكن بعد كده لما تجي تنفذي بقية الخطوات هتثبت معاك هتبقى اقتصق يعني ممكن هدي النار شوية تشوفي بقى كده هي هتقبرة ايه انت هتشوفيها هي تقيلة ولا خفيفة محتاجة شوية مية تتزود شوية مية ولا العجينة كده معانا تمام كل حاجة هتبن معاكي وطبعا الصمك بتاعها او المساحة القطايف يعني او حجمها على حسب ما انت عايزة انا اول واحدة حطيتها طلع كبيرة شوية لكن بعد كده لما بدأت اللي انا اعاير وانا بحط القطايف في الطاصة بقيت اصغر الحجم كده علشان خاطر تديني نتيجة كويس طبعا انت ما بتقلبهاش خالص غلما بتبدأ تستوي من فوق الوش ما بتلاقيش فيها عجين خالص وبتطلعيها على فوطة وبتغطيها كمان على فوق بفوطة بص بسم الله ما شاء الله بتفضلي سايبها كده لحد ما ايه هي العجين اللي فوق الوش ده كله بتلاقيه استوي معاك واللون من تحت حمر على النار كده متوسطة بلاش النار العالية اوي يعني النار اللي انا شغالة عليها دي العين بتاعت البتجاز الوسط بس برضو معاليها بس العين ووسط يعني مش حطاها على اكبر عين على البتجاز ده كده شكل القطايف طبعا عايز اقولك الكمية اكبر من كده بكتير قوي بس انا عشان خطر عايزة اصور لكم بسرعة فقلت اللي انا اكمل معاكم يعني وتشوفوا اللقطة دي طبعا هنحشيها باي حاجة متوفرة عندنا شوية مكسرات او فول سوداني جسط الهند شوية زبيب ممكن بلح ممكن زي ما انت عايزة وطبعا ما ينفعش تشيريها في الفريزر من غير ما تقفليها يعني حشيها وقفليها وعبيها في الاكياس وشيريها في الفريزر خرجيها على طول على النار